بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت 5 من شابتر 1 في كورس رينفورسد كونكريت 1 وبنتكلم في البارت دوة على الديس ادفانتج او العيوب بتاعة الخرصانة المسلحة اول حاجة بنتكلم عليها اللي هي اللوتنسايل سترينز ودي مشكلة الخرصانة ان مقاومة الشد بتاعتها تقريبا بتساوي 10% من الكومبريسيف سترينز وده بيؤدي الى ان الكراكينج ممكن تحصل في العناصر الانشاية عندي لو انا ما استخدمتش التسليح بطريقة مناسبة وزا ما احنا شايفين دي كاميرا عندر لود فيه هنا فليكشور كراكز حصلت في النص في منطقة التنشن زون ليه عشان ما فيش حديد تسليح طب انا لو فيه حديد تسليح هنا انا ممكن امنع الكراكز اللي احنا شايفينها بالطريقة دي نفس الكلام برضو هنا فيه شير كراكز ليه شير كراكز لان برضو الخرصانة ضعيفة في الشير هنا فيه تنشن زون فيه تنشن زون حصل فيها كراكز لان برضو ما فيش حديد تسليح موجود في المنطقة دي اذا عشان نتغلب على ضعف مقاومة الشد بتاعة الخرصانة لازم نستخدم حديد في المناطق اللي هي بتتعرض الى شد طب رقم اتنين من العيوب اللي هي بتاعة الخرصانة او المنشآت الخرصانية بنسميها الفورمس ان شورينج ان انا بحتاج اعمل شدات خشبية او فورم علشان اصب العناصر الانشآية اللي عندي يعني زم احنا شايفين ده الكولام وهو تشوف كمية الشدات الخشبية اللي عندي والتجهيزات ده كله يعتبر احد العيوب بتاع المنشآت الخرصانية عملية الكونستركشن بتاعة الفورمس او بعد كده ازالة الفورمس دي كلها تعتبر كوست اضافية في عملية الانشاء الحاجة التانية ان انا لازم اسيب الفورم دي لغاية لما السترينس بتاعة الخرصانة تصل الى درجة مناسبة عشان تقدر تشيلها الليبر والماتيريالز دول اللي احنا بنستخدمهم في عملية انشاء الشدات ممكن استغناء عنهم في المواد التانية اللي انا ممكن استخدمها في عملية التشييط زي الستيل استركشورز اللعيب اللي بعد كده اللي هو السترينس بير يونيت فوليوم الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا حاضطر استخدم قطاعات كبيرة والقطاعات الكبيرة ديت حيترتب عليها ان الفوليوم بتاع الخرصانة عندي بيزيد الفوليوم بيزيد معناها ان الكوست بيزيد عشان كده بنلجأ الى الستيل استركشورز في حالة لما يبقى عندي اللي سبانز كبيرة ففي الحالة ديت اللي ستيل بيبقى مور افكتف في عملية الانشاء اللعيب اللي بعد كده لهو الطايم ديبيندنت فوليوم تشينجز ايه المقصود بالفوليوم تشينجز ان الخرصانة بعد ما بيحصل لها عملية التصلد بيحصل لها فوليوم تشينجز يعني بيحصل لها عملية كونتراكشن او عملية شرينكيج الادراينج شرينكيج دوت بيعمل ايه ممكن يسبب ديفليكشنز الديفليكشنز ديت تؤدي الى حدوث كراكينج احد العيوب التانية اللي فيه الخرصانة او المنشآت الخرصانية اللي هو ان يحصل عندي ديفليكشن نتيجة الكريب ايه هو الكريب ان يبقى عندي الممبر الممبر دوت عليه كونستانت لود لكن الديفليكشن دوت قيمته بتزيد مع الطايم قيمة الدلتا ديت بتزيد مع مرور الطايم ده اللي هو بنسميه الكريب ودي احد العيوب بتاعت المنشآت الخرصانية علشان كده دايما لازم نتأكد ان الديفليكشن الناتج عن الكريب او نتيجة لدراينج شرينكيج ما بيزيدش عن القيم المسموح بيها ولا هيحصل عندي كراكينج اللي كراكينج دوت بعد كده هيؤدي الى الكوروجن بتاع حديد التسليح الموجود ويؤدي الى في الاخر يحصل فيلير